موسيقى 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 بيراميد رافيوتشر إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية مشوار بدأ وننتظر في النهائي بطل مصر موسيقى 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 بسهولة ويسر تخطب بيراميد فريق نجلك النيجيري بسلسية نظيفة في مباراة الإياب في مباراة تقلق عبدالله السعيد وفي مباراة تقلق جنش نجع حارس فيوتشر في قائد فريقه إلى مجموعات الكونفيدرالية بعد أن تصدى لثلاث ضربات ترجيح بعد عائده الإيابي في الوقت الأصلي وظهور باهت نسبيا لفيوتشر خطة الأولى المهمة البراميد زوفيوتشر كهية السعود لدور المجموعات نستنينهم في النهائي علشان بحسابات الجاهزية والتشكيلة هما الأفضل في البطولة إن شاء الله نشوف البطل مصر موسيقى يعلن بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بيراميدز وفيوتشر إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية ببراميدز النهاردة عمل أداء رائع جداً وعود تأخر مباراة الزهاب في هذا اليوم في مباراة الإياب بسلسية نظيفة وبأداء رائع جداً وكان فيه كرات في الآيم وفي العرضة وكان فيه فرص ضائعة للبراميدز والنتيجة كانت ممكن تبقى أكبر من كده نهاردة وليد كارت يسجل الهدف الأول في ديئة 24 وأضاف المتقلق جداً عبدالله السعيد الهدف الثاني في ديئة 48 والهدف الثالث سجله فخر لقواهي في ديئة 57 براميدز رائع براميدز كبير براميدز أصبح من الفرق اللي عندها خبرة كبيرة جداً في بطولة الكونفرال الأفريقية النهاردة أيضاً فيوتشر تعاد الإجابية نواحد واحد مع أول أغسطس في مباراة الإياب بعدما كانت مباراة الزهاب بنفس النتيجة وصلوا لرقالات الترجيح رقالات الترجيح لتقلق فيها بشكل باهر جداً محمود جنش وتصدى لثلاث دربات ترجيح ألف مليون مبروك لفيوتشر أيضاً مليون مبروك للبراميدز فريقين في منتهى الجاهزية عندهم تشكيلتين رائعتين من اللاعبين براميدز من أكتر من موسمين يتقلق ويبدأ بتشكيلة مميزة فيوتشر من الموسم الماضي ظاهر بشكل رائع جداً بتشكيلة رائع جداً مجموعة لعبين رائعين جداً معهم مدرم محترم جداً الكابتن علي ماهر واحد من أبرز الأسماء كابتن فيوتشر اسم كبير في تاريخ الكرة المصرية اسم كبير جداً الآن مع فيوتشر وصابقاً مع النادي الأهلي ومنتخب مصر الكابتن الكبير كابتن ساعد سمير الكابتن ساعد مشرف ومنور سعيد جداً بتواجدك معي يا حبيبي ألف مليون مبروك مبدأية الحمد لله الله يبارك فيك والحمد لله بنشكر ربنا خطوة مهمة ومتاريخ للعبة دي أول مرة شاركوا في أفريكا وصلوا بدون مجموعات فالحمد لله المبارة النهاردة اتصعابت لي اتصعابت علشان خاطر احنا ضغطنا نفسنا بزيادة يعني حطينا ضغط أكتر من اللازم وكان فيه استعجال أكتر من اللازم وفيه سربعة صح فهو ده اللي صعب عين المباراة الماتشات اللي زالي محتاجها هدوء ومحتاجها تقلي وتقسم الماتش يعني على مراحل معينة علشان خاطر تقدر تخرج به ماتشات بزياد خروج المغلوب صحية فهي ممكن ده ما حصلش في الشوت الأول فده اللي ضغطنا شوية الشوت الثاني يعني الهدف كمان اللي سجلوه هدف في منتهى العشوائية بصراحة اه يعني القرى قلشت وراحت الواحد فيهم وحنا من حقول نطلع ملوصية اتفنشت لكن هي ده الماتشات الأفريقية لازم تهتم بكل تفصيلة أو بكل حاجة وكويس ان احنا بنتعلم بخبراتك بخبراتك كبيرة يا كابتن سعد في وسط المباراة وتبتقول ايه لزميلك اللاعبين عشان حسيت زي ما انت قلت كده انه فيه توطر بدون داعي فيه صرباء وفيه استعجال برضو بدون داعي كنت تتكلم عنهم بتقول لهم ايه اعمال اقول لهم نهدى يعني نهدى رجاله وخلي القرى على الارض ونهدى احنا محتاجين جون جون واحدة هي رجعنا يا الماتش احنا بنوصل بص برضو ونفنش الهجمات باستعجال شوية بصرباء شوية لكن محتاجين نهدى بس وهنجيب يعني الحادي دا 90 بقوله زميلي هنجيب جون هنجيب جون اللي عنده وثقها ان شاء الله هنجيب جون فجبنا جون في دقائق 98 والحمد لله يعني نهدى رجع على الماتش فرقة محترمة جدا يا كابتن ساعد فيوتشر مجموعة لعبين رائعين جدا ومدير فني اكيد محترم الكابتن علي ماهر دايما توقعاتنا بالنسبة للفريق انه ينزل قدام اي فرقة موجودة في افريقيا تحديدة للفرقة اللي موجودة كمان في الكورنفادرية يعمل مباراة كبيرة في الدور التمهيدي والدور الحالي فيوتشر حاسه لسه مدخلش البطولة ده ليه علاقة بخبرات اللاعبين والله كريم بالعكس انا شاف ان احنا يعني اول ماتش كسبنا اه بصعوبة واحد صفر لكت اول مباراة بالنسبة لنا كان عندنا غيابات كتير وناس كتير صعبنا تدور البعض كده كسبنا تاني مباراة 4 صفر يعني تاني مباراة تديننا نخش زيما انت بتقول كده في البطولة كسبنا هناك 2 صفر وكسبنا هناك 4 صفر فدي برضو نتائج جابية جدا لفرقة اول مرة تشارك مشاركات افريقية يعني لما تيجي تشوف اللاعبة اللي شاركت ممكن تقول جنش سعد سمير مرهم محص اللي لعبه باستمرار في البطولات افريقية صحية 5-9 في المهم ان الفرقة مشاركتش خالص فدي منقطة مهمة جدا مع اول مرة وبعدين حاجة تانية الفرقة اللي موجودة بتاع غسطس دي فرقة مصنفة في دورة ابطالة افريقية وماشى بشكل كويس جدا في البطولة السنين اللي فاتت وبتوصل قبل نهاية قدام التراجي فان انت برضو تتخطاها وبتعديها فده برضو نجاح كبير انا شايف ان الامور ماشى بشكل كويس مع الفرقة اه ممكن الاداء مش في كل المباراة احسن حاجة لكن ان انت بتكسر دي خطوة كبيرة جدا ومهمة في البطولة صحيح مشاركة اولها افريقية فتقدر تعمل دوت فده بحد ذاته شيء جايد جدا يعني عادة الفرقة اللي بتخش البطولة افريقية اول مرة فرقة مصرية اي فرقة يعني ونملكول ان فرقة لسه متكونة لسه اللاعبة بتتعرف على الوقت لسه اللاعبة بتنساجم مع بعض الموسم الحالي انت الموسم اللي فات هدفنا يعني على ا defer بحاجة نعملنا من اقلش عليه من شاء الله هدفنا المربع الزهبي ان احنا بموجودين بشكل دائم في المربع الزهبي ودائما ان انا بقول للعیبة اللي هيدوء طعم reveal بطولات أفريقيا سيحاول أنهم لا يسيبوش. يعني الضوء طعم من انتخبت بطولة أفريقيا وتوصل كمال للمجموعات. المجموعات دائماً البطولة تبتدي من المجموعات. ما بين نهتمام بالماتشاط وإزاعة ماتشاط ومؤتمرات صحفية وقارة كلها مركزة معاك. فنحاول أن اللعيبة الكلام ده كله علشان يبقى فيه دوافع واطموح ليه. صحيح. فالسنة دي إن شاء الله نحافظ على اللي احنا عملنا. نحافظ على مركز الرابع ونحاول ننفس على كسر رابطة البطولة اللي احنا خدناها كسر مصر. يعني عندنا كذا حاجة في دماغنا يعني إن شاء الله. صحيح. طيب كيف تساعد بعض السؤال ده هو سؤال شخصي من السؤال يخص الفريق بشكل عام. انت راجل متقلق ثابت المستوى بتشارك بشكل دائم مع فيوتشر. أعتقد يعني أنه من أسباب خروجك من إنقالة هي هو رغبتك في المشاركة السان والعودة لمنتخب مصر. بتزعل أو بيبقى عندك عشام أنك تبقى موجود في منتخب مصر. خاصة في وقت احنا بنتكلم في عادة كبيرة من الأص الصباط في ادفاع منتخب مصر. كان نفسك تبقى موجود في المنتخب دلوقتي؟ أكيد يعني هو يعني زي ما أنت بتقول الحمد لله حد ماشي بشكل كويس يا كريم ومستوى ثابت المتشاب كلها بيقدي بشكل كويس. الفرقة ماشي بشكل كويس وموجودة في طولة قرية. والحمد لله حد عنده الخبرات الأفريقية سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر قبل كده فترات طويلة لحد الإصابة. لكن أنا شايف أن برضو المدير الفني روي فتوريا مدي فاتح المجال للعيبة كتير أنها بكون موجودة من الجماعة الأندية. وبيضموا وجوه جديدة كتير. وعنده يعني مجال ورؤية أن هو يشوف العيبة كتير. فأنا عندي سقة أن ربنا يا كريم نبقى لها دور الفترة اللي جاية. طول ما الواحد مركز بيقدم مستوى كويس. أكيد الواحد يبقى لي دور. دايما أنت بتصنى في الفرقة من خلال أداة الدفاع للفرقة للمدافعين. الفرقة بتستبيلش هداف كتير. كل الحاجات دي أكيد المدير الفني محطة في اعتباراتهم. فالواحد عنده عشان في ربنا إن شاء الله أنه يبقى لي دور الفترة اللي ج ويكون موجود. ودي حاجة تشرف ٢ فالواحد جاهز في أي وقت يعني إن شاء الله. عظيم إن شاء الله. إنت عليك مها بيوتشر ينت Playstation من نهاية الموسم هل كنت تنساء في ما تنساء المزبوط إلى أعري. في نهاية الموحم سنة تانية الععراء وتعود للنادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله نشوف بقى يعني أخر الموسم تحت عمر النادي الأهلي موجود تحت عمر النادي الأهلي في أي قار تاني. نادي الأهلي بيتي يعني هو العلاقة بينه وبالنادي الأهلي أبدية يعني. عظيم جدا. طيب أعيس اسألك على حاجة تانية فرعية شوية. يوم ماتش السوبر الأهلي والزمالك. حكي لي شعورك وانت تتفرج على المباراة وتشوف زمالك أو زمالك السابقين في النادي الأهلي. وهم بيفوزوا وبيحصودوا لقب كأس السوبر. يمكن إحنا كنا في أنجولا في نفس التوهيد. كان عندنا تمرين في نفس توهيد المباراة. يعني ما قدرتش في المرة. لكن أكيد ببقى فرحان لأي انتصار للنادي الأهلي أنه هو بيكسب أو أنه هو بيقدر بشكل كويس. أو وأنه هو في مكانك. وإذا دايما كلنا بنتمنى لنادي الأهلي أخضر حاجة. لأن ده ندينا وبيتنا اللي تربنا فيه. فنتمنى لنادي الأهلي دايما رقم واحد دايما إن شاء الله. أنا عايز تحديدا على محمود متولي. واجهه سوق حظ كبير جدا منذ الانضمام للنادي الأهلي. إصابات مختلفة متكررة. والأمور بالنسبة له كان فيها سوق حظ كبير جدا. سعيد بعودة محمود متولي لمشاركة مرة أخرى؟ طبعا. أنا مبسوط لمتولي. ويمكن أنا كنت على تواصل على طول مع معظم زمائلي في النادي. وكنت لسه مع متولي قبل المعسكر منتخب بيوم. كنا خارجين مع بعض. باركت له مبسوط بأداء. وإن كان ربنا عوضه خير عن الفترة اللي اتصاف بيها. ورجع وتقلق وحاجز مكان أساسي بتشكيل النادي الأهلي. وأضاف اللي تفعل النادي الأهلي. كانت إضافة عظيمة وكبيرة اللي تفعل النادي الأهلي. لكن الإصابة جاءت في توقيت صعبة شوية. ممكن يعني ما كانش توقيتها. لكن قدر الله ما شاء أفعل. الحمد لله برضو في توقف فيه الحق يرجع ويه الحق يجاز بشكل كويس. وما يفوتوش حاجة بإذن عبما الدور يرجع يكون متولي جاهز ومتولي لعب كبير وإضافة وشخصية جميلة يعني على المستوى الأخلاقي كمان. بالتأكيد. وبرضو من اللعيبة اللي برضو اللي برضو اللي واحد مبسوط لها بصراحة مني خلت حق الفاتفة الطهر. الطهر كان بيقد بشكل كويس. وكان عنده روح وإصرار واجتهاد. وهو شخصيته شبه النادي الأهلي. الروح والإصرار والعزيمة الحاجات دي. فممكن في النادي الأهلي تبه هي الأساس. قبل الموهبة وقبل المهارة. هي الأساس وهي اللي بتنجح يعني. صحيح. طيب ومناسبة طهر انت شايف طهر ده مستوى من الموسم الماضي. ولا هو انفجر أو توهج أكتر مع بداية الموسم الحالي. عشان بعض الناس كي يترون على طهر في بعض المواقف في الموسم الماضي. يعني أنا شايف أنه بيزيد من فترة لفترة. يمكن يفنش بطولة أفريكة بشكل كويس مع النادي الأهلي. وقدم أداء كويس. بالذات في المرشعة اللي برة كان بيأداء بشكل كويس جدا. صحيح. لكن هو أنا بشوف أن الراجل برضو فرع معي. يعني هو لأ نفسه مع الراجل والراجل مدينه ثقة. وعمل منافسة كويسة باللعيبة. فهو بيقدم أفضل أداء ليه الفترة دي. فأتمنى للتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. الكابتن الكبير كابتن سعد سمير. مدافع نادي فيوتشار. مدافع الدولي الكبير. واحد من أبرز المدافعين يمكن في تاريخ الكرة المصرية. ومع النادي الأهلي كان يتواهج ورائع جدا. دائما اسم كبير الكابتن سعد سمير. المدافع اللي بينك وسين بيقولوا عليهم مدافعين رجال يعني. مدافع عند روح كده. وجرينت زي الناس بتاع إيطاليا كده. الناس اللي بتلعب بقلبها دي أكتر حتى ما تلعب كورة يعني. فشرف يعني إن هو كان موجود معنا عبر الهاتف بعد تخطي فيوتشار فريق بريميرو دي أغسطو في الكونفرير الأفريقية ووصوله لدور المجموعات. مرة أخرى بوهان فيوتشار وأيضا بوهان براميز على السعود لدور المجموعات. قبل ما خدش على أخبار النهاردة خبر يعني صادم خبر صادم النهاردة كلنا صحينا عليه وفي مثل هذه الأمور ما بقدرش أتكلم كتير خاصة لما يكون صديق يعني. حازم الحديدي هو وكيل لعبين شهير للعدد كبير من نجوم الكرة المصرية توفاه الله اليوم ويه بشكل مفاجئ وربنا يا رب يرحمه يصبر أهله يصبرنا جميعا ذكرى طيبة عند الجميع هو كان محبوب من الجميع شخص بيتقال عليه يعني بين قصين يعني المسمى لما تيتكلم على شخص كويس تقول عليه ده شخص جدع فده الشخص الجدع اللي الناس كلها تقول عليه جدع محترم مهزب شاطر في شغله ما عندوش أبدا أو ما كانش عنده أبدا أي مشاكل مع حد شغله كان احترافي جدا مع كل الناس اللي اشتغل معهم عشان كده كان نجوم الكرة المصرية كلهم بيروحوا يشتغلوا مع حازم الحديدي رحمة الله عليه مرة أخر ربنا يصبر أهله ويصبرنا جميعا ربنا يا رب يكتب له الجنة بإذن الله نروح لأخبارنا أخبارنا النهاردة أول أخبار قلنا لكم مبارح أنه في مشكلة بين روجيرو ميكالي وعصام الحضر روجيرو ميكالي المدير فني المنتخب الأولمبي كابتن عصام الحضري مدارب حراس مرمى المنتخب الأولمبي وكان الكابتن عصام الحضري على وشك الرحيل من المنتخب الأولمبي المشكلة تحلت المشكلة تحلت المشكلة كانت إيه وقلنا لحياتكم مبارح انه ميكالي مختار حارسين بس ليه معسكر المنتخب الولمبي كابتن عسام الحضري لا شايف تلاتة فطريقة الكلام ما عجبتش فهو ما عجبوش الوضع كابتن عسام الحضري فحصلت مشكلة بينه وبين المدير الفني كابتن محمد بركات عضو مجلس دارة اتحاد الكرة قرب وجهات النظر بين ميكالي والحضري والحضري اعتذر على عدم تواجده في جلسة اعلان قائمة المنتخب الولمبي اعتذر ايضا انه ما كانش موجود في الفترة الحالية اعتذر ليه ميكالي عن سوء الفهم وطريقة التعامل وبالتالي كابتن عسام الحضري مستمر كمدرب لحراس مرمى المنتخب الولمبي نحب الكابتن عسام الحضري وموجود دايما اسم كبير واسم تاريخه ولما منتكلم في جيل ساعد في المنتخب الولمبي يهمهم جدا يشوفوا واحد اسطورة زي الكابتن عسام الحضري في الجهاز الفني المهم تفضل الامور هادئة تفضل الامور هادئة احنا نتكلم في جيل شاب في الجيل الشاب ده لما بيشوف الكبار بيتخنقوا هيعمل ايه ده احنا بنقول نقوم ونخليهم اكثر رزانة وما يبقاش عندهم مشاكل وما يبقاش عندهم اي حاجة بعيدة عن الكرة فنحاول دايما الامور دي تتلم وهتلمت بفضل خبرات كبيرة للكابتن محمد بركاته واسم كبير زي الكابتن عصام الحضري مع مدرب له اسمه هو ريجيرو ميكاليا المدير فندي لمنتخب الأولمبي لسه مع منتخب مصر ولكن منتخب مصر الأول في هذه الفقرة في حاجات كده اللي هي من نوعية ايه تعالوا نعمل دوشة جنب المنتخب تعالوا نعمل شوشرة تعالوا نعمل أي اشاعة تعالوا نعمل أي حكاية تعالوا نعمل أي قصة بدون داعي وبدون لازمة من كم يوم كده اتقال انه محمود متولي أصلا رايح منتخب مصر الأول مصاب ومعا التأريب بتاعه ورغم كده منتخب مصر أو المدير الفني بيتوريا نزلوا التدريبات عشان كده الاصابة تفقمت او مقدرش يبقى موجود كلام ده مش موجود كلام ده مش حقيقي مفيش كلام ده كلام ده قالوا انه منتخم مصر عارف انه فيه اصابة دي محمود متولي ومفيش اي ازمة وبالتالي اللاعب مش موجود مع منتخم مصر ومفيش قصة ومفيش ازمة ومفيش حوار وكلام ده ما حصلش اصلا قبل كده ولا بعد كده ولا اصلا منتخم مصر هينزل اللاعب مصاب التدريبات في اي وقت ملاقوقت او اي معسكر من المعسكرات ولا هيحصل في معسكرات سابقة ولا معسكرات اللحقة كلام ده يا جماعة مش موزون كلام ده مش كلام ناس عقلين مش كلام حقيقي ومش كلام صحيح فاكيد محمود متولي كان جاي سليم المنتخب واكيد محمود متولي لو كان مع اي حاجة تethبت انه هو مصابك كانش انزل التدريبات وأنا كمنتخب مصر أكيد مش عايز اللاعب يتأذي طيب ما هو لو مصاب ونزل ولو نزل التدريبات وقصيب طيب ما هو يعني ما أنا الخسران برضو كمنتخب يعني ليه مش فاهمين إن كلها مصلحة واحدة الأهل ليه مصلحته إنه لعيبته تبقى موجودة في المنتخب والمنتخب مصلحته إنه لعيبة النادي الأهل يبقوا سلام ولعيبة الزمالك سلام ولعيبة الإسماعيلي سلام ولعيبة براميدي سلام مين هيبقى عايز اللاعب يصاب أنا معليش يعني ما هو برضو لو إحنا عندنا مطش حاسم مطش كبير مطش في نهاية كأس الأم الأفريقية مطش في آخر تصفيات كأس العالم وخلاص أنا مبيتش يعني ما عنديش فرصة تاني غير اللاعب دوت إن أنا لعبه فدست عليه شوية عشان يلعب بس اللي ده مو معسكر إعدادي بسيط سهل مفوش أي مشكلة إلا هيخلينينا لعب لعب مصاب أو نزله التدريبات هل ده كلام يخش العقل يا جماعة فيه نقطة مهمة حلو جدا إنه أي مشجع لأي نادي يحب فريقه حب مش طبيعي ويخاف على فريقه ويخاف على لعبة فريقه بس ما هو برضو برضو ده منتخب بلدك فما ينفعش بقى تقعد تطلع إشعات أصلا منتخب خد اللاعب بتاعي وجاب له أصابة اللاعب بتاعك مين ده لعب منتخب مصري في الأصل في الأصل هو لعب منتخب مصري بأكيد لعب أهلي ولعب زمالك ولعب أي نادي في الدنيا فهذا كلام ما يخشش دماغ ناس عقلين ببساطة يعني مارك لاتنبرج رئيس لجنة الحكام عمل جلسة مع أعضاء لجنة الحكام أحمد أبو العلا وتامر دوري ومحمد فاروق وأيمن ديجيش مع حكام الدوري المصري الممتاز والحكام المساعدين فيه اجتماعين منفصلين عبر تقنية زوم كلاتنبرج عمل إيه بقى؟ أشاد جدا بالحكام خلال مباريات الأسابيع الماضية طلبهم بالاستمرار في تقديم أفضل مستويات خلال المباريات المجبلة حلو الكلام التحفيزي على عيني وعلى راسي وراجل المدير الشاطر اللي يحفز الناس اللي بتشتغل معاه برافو برافو كلاتنبرج بس أتمنى أتمنى يكون برضو قال لهم إن كان في بعض الأخطاء وأخطاء ما ينفعش تحصل سواء على مستوى البار أو على مستوى حكام الساحة كان فيه أخطاء واخدوا بالكو إحنا دلوقتي الأخطاء بتتلم ومحدش بيحس بيها بتمر كده هي دايما أو دايما الأزمة بتبقى مع نهاية الموسم المباريات الأخيرة قبل نهاية الموسم ليه بقى؟ اللي بينافس واللي بيصارع واللي عايز ياخد مركز في المربع الزهبي كل واحد ما يبقاش مستحمل خطأ دلوقتي الأخطاء بتعدي واللي بيخسر نقطة يقوله بقى عوضها بعد كده ما يبقاش فيه تعويض فيبقى فيه سريخ فيبقى فيه دوشة فيه تركيز على أخطاء الحكام فياريت ناخد بالنا من دلوقتي نصحح على قد ما نقدر وللمرة المليار الجملة الشهيرة أخطاء الحكام هتفضل موجودة عمرها ما تختفي عمرها ما تختفي هي ما بتختفيش في إنجلترا ما بتختفيش في إسبانيا ولا في ألمانيا ولا في فرنسا ما بتختفيش في أبرز دوريات في العالم بس نقللها ومتبقاش أخطاء ما ينفعش حد يعملها طيب شرفني وينورني عبر الهاتف الآن بعد النهاردة تخطي فيوتشر فريق أول أغسطس والصعود لدور المجموعات في الكنفضاية كابتن الكبير كابتن محمد عبدالكريم المدرب العام بنادي فيوتشر كابتن محمد مشرف ومنور وحشني جدا كابتن كريم أشكرك على المقدمة النيمية دي وانت وحشني جدا جدا ودائما متقلق ودائما بستمتع بيك بصلاحة يا حبيب دائما مشرف ومنور الدنيا ألف مليون مبروك النهاردة الله يبارك فيك يا كريم الحمد لله الحمد لله مبروك لنادي فيوتشر والمصر في فرقة فرقتين الأربع فرقة في فرقة فالحمد لله الحمد لله لا كلنا هنا لاتنا ما تقول جماهير فيوتشر فجماهير فيوتشر في البطولة جماهير مصر كلها كل الناس بتتبع فيوتشر كل الناس عايزين فيوتشر يكسب أقول مبروك لمصر كلها طبعا الحمد لله الحمد لله ربنا ادنا فوص صعب بس ممتع الحاجة لنا بتيجي التعب وتبقى صعبة وتبقى أحلى ما بتيجي سهلة فالحمد لله الحمد لله كنا عايزين بعد نتيجة الإجابية اللي احنا عمناها كنا نتمنى إن شاء الله بس كابتن محمد هي الصعوبة صح لما بتكسب بعد صعوبة تبقى ممتعة أكتر وانصر بيبقى أحلى بس إيه اللي خلاه صعب يعني النهاردة حسيت إنه فيوتشر هو اللي صعب المباراة على نفسه يعني يعني كريم المطس في الشوط الأولاني كان ماشي عادي جدا وكنا ممكن إحنا مستحوذين وما موجودش عندنا فلس عند جنش خطأ دفاعي جاب الجنف دي 44 فكانت في توطر شوية فبينو الشوطين الكابتن عليمي قال اللعيبة خلص حسنا داخل فينا جود مطلب مطربين نحن نكش جود فلازم نلعب فالشوطة تاني لعبنا وصلنا كبير فرصة واثنين لحمد عاطف والمروان والمصطفى البدري كنا ممكن نتعادل بدري لكن هو الحمد لله ربنا يعني الفريتين تيعب وعدين حمد لله الفرقة برضو مش له 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 طبعا اسمي كبير على فكرة فكرة الأفريقية عشان ناس لو مش عارف يعني يعني بلعب في دور الأطرق على طول صحية لسه من سنة أو سنتين تقريبا كمثال الزمالك يعني يعني فرقة وهي سفرقة محترمة خبراتها الأفريقية أكتر صحية احنا السنة دي آه لما عنا لعيبة عندها خبرات وقتها بس برضو أول مرة يلعب أفريقيا فده برضو الننادي بقى صاعد السنة اللي جاتت للدورة المتاز ويوصل لأفريقيا ويوصل دورة المجمعات بست مباريات يا كريم مفيش خسارة الحمد لله صحية جايب تسع أهداف ومدخل ودخل فيه جنين فالأرقام بتدل على كده لكن في الآخر قدر النهاردة الحمد لله الخبرات بتاعت اللعيبة والهدوءها خلي بالك في آخر تلات دقايق لو ما فيش هدوء صح مش هناك نتعادل صح انت بص الكرة يا كريم ثمان لعيبة جوه مصممين مصممين بطريق لعبنا طب قولي في الآخر الحمد لله اللعيبة دي تتعبت جهاز فن تتعبت إدارة النادي تتعبت فربنا كافقة في الآخر ضربات الترجيح طبعا بقى كانت يعني أكيد مأساوية عليكم صعبة أكيد كان عادة ضربات ضربات الترجيح يعني تقولوا الجنش اليوم أكيد أكيد يا كريم لكن الحمد لله إحنا كجهاز فني من ساعة من خلصة المباررة الأولى ودخل فينا برضو جون 6 سيئة 93 حطينا كل الأسبوع ده كل السيناريولات اللي في المرش ممكن تبقى تتكذبان واحد هنا وتتتعادل برضو في الآخر ممكن تبقى خاصان ونازم تتعادل وممكن تبقى تتكذبان وتمررنا على عربات الجزاء وذكرنا كويس قهوة زرقة بيشوتوا كيف فالحمد لله جنش قدر توفيق ربنا معه النهاردة بمجهوده ومجهود الكابتن مصارف فتح مدارب الحراس معاه قدر ان هو يساعدنا يعني اه طبعا جنش ليه دور كبير لكن المنظومة كلها المنظومة لانه محدش أثر الحمد لله صحية صحية كابتن الكبير كابتن محمد عبد الكريم انا مدارب العام بنادي فيوتشار انا مشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وبهنيك على صعود فيوتشار الى دور المجموعات بالكونفيدرالية الافريقية النهاردة فيه خبر حلو لمحمد الشناوي خبر صار مفاجأة صارة جدا بجهازة النادي الاهلي لمحمد الشناوي على ضوء المستوى اللي بيقديره محمد الشناوي في السنوات الاخيرة مع النادي الاهلي واداءه السابت صفاته القيادية الكبيرة مع الفريق قرر النادي الاهلي باجمع لجنة التخطيط في النادي الاهلي ان هم كأعلى راتب في النادي الاهلي ويصطحك محمد الشناوي يصطحك جدا كمان افضل حارس في القرى الافريقية بأداء رائع واداء مميز واداء كبير واداء ثابت المستوى مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر محمد الشناوي كان رفض عدة عروض مغرية جدا المرحل لكم معلومة مغرية جدا جدا قبل بداية الموسم وكرر البقاء مع النادي الاهلي قدر النادي الاهلي والان النادي الاهلي يقدره بشكل رائع جدا واسطحك بكل تأكيد ده بالنسبة ليه محمد الشناوي لسا كمالين مع حضراتكم اخبارنا النهاردة محمد صلاح اسطورة الكرة القدم المصرية عمل لقطة حلوة النهاردة عمل لقطة حلوة قوي راح ظهر محمود حمدي الوينش لعب الزمالك اللي اجرى عملية براحية خلال الساعات الماضية في انجلترا عشان يتطمن على صحيته الوينش نشر صورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصحبة ابو صلاح وعلق عليها وقال اخويا وحبيبي نتشرف او تشرفت بزيارتك يا رب دايما في تقلق ومكسر الدنيا دي كانت رسالة الوينش لمحمد صلاح بعد ما ظهره النهاردة في المستشفى والوينش ان شاء الله يرجع في اسرع وقت احنا نتكلم فيه يعني مدة غياب تتراوح ما بين 4 الى 7 شهور بسبب لتعرض لها بقضى فيه اربطة العضلة الخلفية طيب ايام قليلة قوي ويبدأ كاس العالم يبدأ كاس العالم مجدبش عليكم مجدبش عليكم يعني الواحد عمالي يقول يا كل مرة كده يا لو كنا موجودين في كاس العالم يا لو كنا موجودين في كاس العالم بس دلوقتي بنبسك كاس العالم بقى كبطولة كبيرة هي البطولة الاكبر في كرة القدم في العالم ان شاء الله تبقى بطولة ممتعة واكيد كل واحد دلوقتي بقى باصس على منتخب وبيسنده بشجواء احنا بطبيعة الحالة هنشجع المنتخبات العربية والمنتخبات الافريقية كل واحد عنده كده منتخب اوروبي او لاتيني بيحبه وبيشجعه كاس عالم على الابواب استعدوا كلنا هننبسك ان شاء الله بكرة قدم حقيقية يا علم بحضراتكم مرة واخرى نادي باير ميونيخ بمناسبة كاس العالم اصدر بيان رسمي يوم الاربعاء بخصوص اصابة ساديو مانيه قال فيها ان ساديو مانيه يعاني من اصابة في اوطار الرجبة وهيغيب عن مباراة الشلكة المقبلة هتجرى اختبارات اخرى في الايام القليلة والنادي هيتواصل مع طاقب الطبي لاتحاد السنغال لكرة قدم في الوقت نفسه من ناحية تانية صحيفة لكيب الفرنسية قالت ان ساديو مانيه هيغيب عن منتخب السنغال في كاس العالم بسبب الاصابة لكن ازاي المنتقر له قالت ان وارد انه ممكن ساديو مانيه يلحق ولو مباراة اخيرة في دول المجموعات ليه المنتخب السنغالي خسارة كبيرة وخسارة فادحة لنا كافاركة ان ساديو مانيه يغيب عن هذه البطولة وخسارة طبعا كارثية للمنتخب السنغالي غياب النجم الاول ساديو مانيه عن قائمة الفريق نتمنى انه يلحق نتمنى انه يلحق عشان فيه نجوم عمالة تتساقط تتساقط قبل كاس العالم بسبب الاصابة تعال اقول لكم قائمة فرنسا فيه كاس العالم يعني قائمة مليانة نجوم مليانة نجوم طاعم تعالوا نشوف قائمة نارية يعني مرما هوجو لورس طبعا توتنهام واريولا فولهم الانجليزي ومانديندا لعب او حارس مرما مارساليا الفرنسي وهوجو لورس طبعا حافظ مكانه في التشكيل السي بص بقى خط خط تعال بص على خط الدفاع ابراهيم كوناتي ليفالبول ويليام صليبة ارسن الانجليزي سيو هرناندز مينة الايطالي وكمبينبي باريس سان جرمان كوندي برشولونا وبافار بايرن ميونيخ وأوبي ميكانو مدافع بايرن ميونيخ رفايل فاران مدافع مانشستر يونايتد ولوكاس هرناندز مدافع او لاعب بايرن ميونيخ الالماني يا خبر كل واحد من دول يلعب احساسي عادي جدا جندوزي لعب اولمبيك مارساليا ده وسط الملعب يعني فوفانا موناكو ورابيو المتقلق جدا مع يوفانتوس وتشواميني من ريال مدريد ومعه كمافينجا ايضا من ريال مدريد اتنين متقلقين جدا وفيرتو من مارساليا الفرنسي برضو يعني انت بتخيل خط الوصف بتاع فرنسا كده وغيب عنهم مين بقى انجولو كاندي وبول بوك با يعني كمان نخش على الهجوم بص بقى الهجوم الناري ناري بنزيمة طبعا كريم بنزيمة انطان جريزمان ووليفي جيرو وكريمان بابي وعسما ديمبلي وكومان وكريستوفر انكونكو انكونكو ده خليكم فكروا دايما يا جماعة اللي مفرقش عليه او اللي لسه مفرقش عليه بيلعب الهايبزيك الالماني هيبقى واحد من افضل نجوم كرة القدم في العالم خطير لعب مدهش يعني انكونكو بس دي قائمة فرنسا المرعبة المرعبة الطبيعي جدا ان فرنسا في المجموعة اللي معاها فيها دنمارك وي تونس واستراليا هتعدي المجموعة بالطبيعة الحال دي كانت اخر نسخة كان معاها في النسخة المضاية عفوا هزي المنتخبات هتتكلم في فرنسا بطبيعة الحال تاخد البطولة دي مستريح تاخد البطولة دي مستريح جدا بالقائمة دي طبعا عندها برضو قدامها البرازيل عندها قائمة نارية كبيرة وضخمة من النجوم والاسماء الكبيرة احنا لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون معانا واحد من المدافعين الجيدين جدا في الاسابيع الاولى في الدوري المصري الممتاز عمل اداة مميز جدا سجل هدف امام نادي الزمالك تعادل به فريق امبي هيكون معانا بعد الفاصل احمد كلوشا خليكم معنا يا عرب حضراتكم مرة اخرى زي ما قلت لكم قابل الفاصل واحد من المدافعين اللي ظهروا بشكل كويس جدا في اول تلات اسابيع في الدوري احمد خليل كلوشا مدافع نادي امبيا كابتن احمد مشرف ومنور سعيد جدا شاركت بحضراتك كريم ان شاء الله يبقى اول زهور مع حضراتك كده يبقى كويس ان شاء الله اخبارك يكلوا كويس الحمد لله كل تاني مباراة كبيرة طبعا دي المباراة اللي الجماهير المصرية عارفتك بقى وبدأت تعرف عليك بدأت تتكلم على اسمك كتير مباراة نادي الزمالك وكانت بداية او اداء رائع جدا مع امبي في هذه المباراة دفاعيا بالمناسبة عشان بس انا محبش فكرة انه نلخص الموضوع ان فيه جولة سجل لكن دفاعيا كوان انت عملت مباراة محترمة اه طبعا يعني ناس الزمالك نادي كبير طبعا والمشات دي طبعا زي ما حداك بتقول اللي هي بيبقى الاعلام كله والناس كلها ومصر كلها بتتفرج على المشات دي فهي دي المشات اللي انت بتقدر تثبت فيها اللي انت يعني يعني العيب كويس وتبين للناس ان انت موجود واللي انت عايز يعني انت بتبعيس وكله بتعمله بتلخصه في المباراة دي بيجيبو لك الهدف يعني هو مش عايزين نطع عطول على الهدف يعني لسه اخش في الحوار بس هو نطع عطول على الهدف الهدف ده من الاهداف الحلوة يعني مش بس ضربة رأس عادية هي ضربة رأس قوي جدا هيا كده زي الحاجة اللي مشوفها في الدول الانجليزي كده اللي هو هي رزق كده مش اللي هو بسيطة يعني الجول ده انت متضرب عليه انا عارف ان انت راجل هداف يعني مش بس يعني قبلها بيوم احنا بنعمل مع كابتن كوشل بنعمل السوابت فقبلها بيوم احنا كنا عارفين ان في رئيتي الزمالك مابتلعبش مانتو مان بتلعب زون حلو فكان كل لعبنا ان احنا في واحد بيروح على العرض الاولية زي احمد يوسف كده معامل اهه والباقي يجي من الحركة فانا في التمرينة اللي هي قبل الماتش بيوم دي جايب جنين بنفس الطريقة دي كده بدماغي ممتاز فانت مدمرن عليها اه وعارف ان الله هيحصل عارف ان هم بيلعبوا زون فما بقاش من بدر ان انا روح هسلم نفسي للمدافع فهاجم الحركة احسن انتو كان لجوا اصلا اكتر من ضربة روكنية قبل دايت جاننا تلاتة تلاتة في واحدة الشوط الاولاني وفاول وثلاثة الشوط التاني ودي وفقته فيها وسجلتها هي دي اصلا كانت الركنية الاول وبعد كده تلعبت رد التاني ام الباكليفت بتاعنا محمد حمدي ام لعبها تاني ام اتطلع على الركنية تاني كانت لعبت مرة واحدة فهي كانت عايزة وفقته ام وفقته وسجلت الهدف طيب الحمد الله انا عارف ان انت قبل بداية الموسم ده قبل ما تروح امبي كنت فيه كلام ان انت ممكن تروح نادي الزبائق كم ده مظبوط ها كابتن طريق السيد طبعا كان مرشحني مع كابتن امير وكان على طول على تواصل معي وكان يعني بنسبة كبيرا كان الموضوع يعني يعني ماشي في الطريق يعني كويس فبرده جت فجأة كده الموضوع وقف ما عرفش يعني ليه يعني وبرده كابتن طريق يعني بصراحة هو اللي كان في الموضوع ده كان شغال جامد يعني هو بحكم ان هو كان مسكن في النصر وعارف ان انا يعني السنة اللي انا كنت معاه في النصر دي فالنشتهده في الدور الدرجة التانية معاه فهو حب ان هو يعني يعني لهو يخدم لهو يعني فيه لعيب كويس وكان فيه كذا فرقة برضه يعني ابلي امبي برضه كان فيه الاتحاد واسموح كابتن طريق بعد المبارا كلمت اه طبعا هنك يقول لي علاك ايه قلمني بصراحة قاللي اولا كلمني قبل الماتش بصراحة قاللي انا عايزك تعمل الماتش كويس وتزهر بمستوى كويس تبين للناس كلها لانا يعني كلامي اللي انا بتكلمه عليك لما بطلع في الإعلام يعني يكون مظبوط فبعد الماتش يكلمني قال انا عايزك تعمل ماتش كويس مش تجيب جون بس ما تتعدلش بصراحة شخصية جميلة ومحترم جدا هاي، ازاي بقى انضمت الانبي؟ والله هي.. يعني الموضوع خلص في يومين ثلاثة بالزبط ما خدش كتير، هو الموضوع الاول جاء عن طريق الوكيل بتاعي عماد لقيته بيكلمني، يعني موضوع انبي ما كانش موجود في الصورة اصلا يعني هو انا كان فيه الاتحاد، الحج محمد وكان كابتن امير الحزين وكابتن سايد مرعي هما اللي كانوا متولين من الموضوع فالموضوع وقف على حاجات بسيطة، بس بعد ما موضوع انبي بدأ يخلص لقيته يعني كان هما برضو حبوا منه بقى موجود بس خلاص كان ساعدة بقى انا ادتي الناس كلمة ولقيت الموضوع خلص في يومين ثلاثة كابتن مرعي محمد كلمني اللي هو مدير التعاقدات في نادي انبي ده بصراحة يعتبر الاب الروحي هناك بتاعي هو اللي عمل كل حاجة بصراحة كلمني رحت اعادت معاه الاول، بعد كده تاني يوم عملت الكشف التبي ثالث يوم عادت مع سيد ايمن الشريعي الشيكوس للنادي والموضوع خلص في يومين ثلاثة بالزرعة ما كنتش قدام مثلا ان الانبي السنة دي شوية الفرقة فيها نجوم كتيرة مشيت ممكن ما يقدمش نفس المستوى بتاع الموسم الماضي ما قليتش ان انت داخل على الممتاز مرة اخرى فالامور ما تبقاش احسر حاجة؟ هو الموضوع طبعا يعني ان انت يعني النجوم بتاعت الفرقة دي يعني يمشوا وبعدين ما كانوش نجوم يعني يعتبر اساسيات الفرقة يعني كان عبوكة ومصطفى شلبي يعتبر هما ومحمود جاد طبعا هما الثلاثة كانوا من اعمالة الفرقة طبعا فلما الثلاثة دولت يتشالوا من فرقة فطبعا الفرقة يعني برضو اللعيبة برضو بتبقى حاسة ان فيه نقص كبير بس الصفقات اللي تعملت بصراحة يعني صفقات محترمة واحنا ملحقناش برضو بصراحة الموضوع الدوري اتلحم في بعضه والفترة ما كانتش كبيرة فالانسجام لسه ما حصلش فيه لعيبة كتير يعني النادي قيم بعمل 18 صفقة صح كتير يعني برضو يعني فترة التوقف دي هي هتفدنا بقى ان احنا اللعيبة كلها تبقى يعني بناعنا اربع مطشات يعتبر يعني برامد وصيف الدوري صح الجيش مفن الشرابع الدوري المصري برضو بصفقاته وكابتن اهاب جلال طبعا والزمالك وطل الدوري انا ما شبتش فرقة حظها وحش في الجزء صراحة يعني اربع مطشات بصراحة طوال صح بس يعني الحمد لله اللي احنا قدرنا يعني البنتين اللي احنا خدناهم خدناهم من فريتين كبار صح سواء الزمالك او قابلنا سوق حظ في مطش الجيش يعني احنا كنا بدقين كويس وكنا كسبانين فمالحقناش يعني اول ما جدنا الجون مالحقناش ما كملناش خمس دا ودخل فينا التعادل فالموضوع برضو مطش المصري برضو جينا في الديها 75 دخل فينا جون موضوع برضو يعني عشان خاطر برضو لسه الانسجام برضو يعني بعد التوقف ده ان شاء الله فريتين بقى تبقى كويس هتفرق معاكم فاطر التوقف دي؟ اه طبعا جدا 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 هتفرق معنا ان احنا كمان يعني هتبقى اللعبة كلها يعني عرفنا بعض اكتر عرفنا ان احنا مثلا يعني مثلا كل الناس هتبقى دخلت في بعض وعرفها امكانيات كالو شايدة وعرفها امكانيات عباطي امكانيات اوفا امكانيات اللعبة كتير من ضمة ايريج في لعبة لسه برضو يعني اللي هو هتاخد عالجو تنساجم اه طبعا كابتن احمد كوشري بيعرف يتعامل مع الزلوبة اه طبعا بصراحة يعني كابتن احمد كوشري مش شخصيات المحترمة جدا وشخصية يعني جميلة جدا اللي هو يعني انت تحب انه انت تبقى عايز تتمرم معي اللي هو مش مش مصعب الدنيا يعني هو كل حاجة يعني بيبسطلك الدنيا اللي هو انت تنزل تمرين وتنزل ماتشي بقى انت الدنيا كلها بسيطة اشتراك مع عمدين ربيب مدربين مين غيرك كابتن احمد كوشري طبعا يعني اللي يعطبر اللي هو اللي هو فضل عليها طبعا كابتن سايد عيد طبعا وايه كابتن طرق السايد كابتن ياصر ردوان وكابتن خالد غنيم وكابتن كوشري مين اكتر مدرب انت تؤتليك كابتن السايد دي دو لكن كابتن كوشري هو اللا كان بدائي هو العمل المجموناية دي بس مين مدرب انت كنتم تفاهم معه اكتر كنتم تريم معي احسن هو كلهم يعني أنا برضو يعني كابتن سيد عيد بالذات لأن هو يعني بيتعامل معنا كأنه أب مش بيتعامل اللي هو مدير فني وبعدين يعني كان هو يعني اللعبة كلها بتحب أن هي تكون معاه وبرضو كابتن تاري السيد برضو من الناس اللي وشها حلوة علي يعني جاننا مثلا جي مسك معنا تسعة مطشاط في المسم ده كنت في التسعة مطشاط دلت كابتن سيد عيد مشي في تسعة مطشاط كنت مثلا جايب جنين أو تلت جوان أول ما كابتن تاري جاي فنشت الدولي تلتاشر جونة اربعتاشر جونة هايل هايل فهو من المدربين يعني من المدربين إن أنا برضو كان مش تحبه عليها جدا وأنا بحب كابتن تاري طبعا طيب أنا عايز أليك شؤال حاول أسألوا يعني إيه بسألوا النفس إنه أنا كنت لعب إنت مدافع مدافع محترم عامل مباريات كويسة في الدولة حتى هذه اللحظة بتبقى مستني التليفون بتاع المنتخب طبعا بيجي على البالك يقول إيه لا ممكن التليفوني لين دلوقتي أولا يعني أنا فترة التوقف دي أنا مش حابب إن كانت فترة التوقف دي تحصل دلوقتي يعني أنا كنت حابب إن يبقى فيه بعد مطش الزمالك فيه مطشين تلاتة كمان قبل التوقف ده وقبل التجمع بتاع المنتخب كان هيفري معي جدا إن أنت برضو يعني برضو لسه أول سنة دوري ممتاز برضو يعني البص يعني النظرة ليك مش هتبقى دلوقتي غير بعد مثلا خمس ست سبع مطشاط بنفس المستوى اللي أنت عايز تزهر بيه هو ده اللي هيخلي النظرة تبقى تختلف صح ففترة التوقف زي ما يعني هي حلوة ووحشة بالنسبة لي حلوة إن أنا يعني التوقف قبل التوقف إن أنا طبعا مطش الزمالك ظهرت بمستوى كويس الحمد لله ودي إن شاء الله بداية يعني مش 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 اللي هو مثلا جبدو كون في نادي الزمالك طبعا نادي كبير لأ أنا عندي طموحات وعندي حاجات كتير عايز أحققها هاي أنا عاجبني العقلات دي أصلا فيه لعيبة يعني فيه لعيبة بتعيش على جن دخلوا في الزمالك أو في الأهدي نا طبعا أنا يعني أنا مش مش حاطت في طموح يعني طموحاتي طبعا أي لعيبة في مصر طموحاته أهل زمالك يعني ده أنا دلوقتي أنا كل تركيزي إن أنا إزاي من نادي أمبي أبقى في المنتخب هاي مش فارق معي دلوقتي إن أنا بعد كده فيه لأ أنا أهم حاجة وبعدين يعني الفترة اللي فاتت دي يعني مستر كروش وفيتوريا ما عندهمش اللي هو حتة أهل وزانك بس لا بيتفرجوا على الناس كلها صح فده برضو بيبقى دافع يعني هو دافع للعيب مكنش أسألك السؤال ده لو كانتش المدرب ممكن يختار من أنداية أخرى آه طبعا فيه مدربين تاديدة هقولك يا ما تفكرش في المنتخب كاكا مش هتروح المنتخب لكن هو عشان بيأخد من أي فريق في الدوري فخلاص إنت عندك فرصة وعندك آه طبعا هو التوقف يعني الحمد لله وبرضو اداني برضو أنه يعني ممكن كان عمل علي ضغط يعني ماتشوات اللي جاية كانت ممكن عمل علي ضغط أن الناس كلها هتبقى مستنية مركزة معك أن أنت لعبت ماتش كويس قدام الزمالك واجبت أجوم فالماتشوات اللي جاية برضو هتبقى الناس مركزة أن أنت لأ أنت لازم المستواتك يفضل ثابت يا يعلى يفضل ثابت صح ما يقلش لو قال لي بقى أنت معلش اللي هو إيه بالناس هتبصي لك بص اللي هو إيه ده هو مركز في ماتش الزمالك بس وخلاص آه خالي ستقوم الزمالك يعني اللي هو زم حداك بتقول كده اللي هو هي جاب جون في الزمالك فخلاص إذا قلت لين أنا عندي طموحات كتيرة هل هي الطموحات فقط منتخب مصر لا مش فقط يعني أنا نفسي برضو أحترف نفسك تحترف آه طبعا يعني يعني لا بس طبعا الاحتراف هيجى عن طريق المنتخب أنت لما تبقى في منتخب مصر في البطولات في تجمعات فالحاجات دي هتفرق مين الفرقة اللي ما بتشوفه فروقة تقولها أني في سلعة مع الفرقة دايات جام مدريد طبعا جام مدريد طبعا مين المدافع اللي أنت بتحبه على مين يعني راموس راموس سيرجي راموس ده أكتر مدافع اللي أنت بتحبه ده كدوتي يا طبعا عاملش عرك زي سيرجي راموس ولا عاملش عرك دي حاجة لي علاقك لا يعني أنا عملت قصات كتير بس ما دلوقتي كله بيقول لي فاندايك بس أنا يعني أنه أنا أحب فاندايك طبعا بس هو راموس بالنسبة لنا أقولوا لي راموس هو الطب بتاعك كلوشا بالمناسبة جاتلك إزاي اللقب كلوشا داي هو وأنا صغير والدي زمان هي طلعت علي بس أنا ما كنتش أعرف مين كلوشا بواليا لما كبرت شوية فعرفت إن كلوشا ده أصلا مهاجم أصلا مش مدافع صح صح يعني تلعت في الآخر أنه مهاجم انت أصلا بدأ كرة مدافع أه بدأت مدافع ولعبت مع كتنسي العيد ديفندر شوية بس الأصل مدافع لا مدافع المدافعين اللي بيقولوا عليهم بينكوا بيعرف يلعب كرة لعيب كرة حدري في كرة بيطلع كرة كويس ولا المدافعين اللي هم الأقوية لا يعني أنا يعني الاتنين بس أنا الكرة أكتر أه عندها كرة يعني بحبوا كده عنده كرة بحب إنه الكرة تبقى يعني نلعب كرة ما محبش اللي هو تطفيش أه بتبني كرة عشان هو دلوقتي أصلا المدافعين في العالم كلهم بيتأسوا بحسنين إنه مش بس إنه زي ما كانوا يقولون إيه مش عيب مش عيب تطفيش طبعا دلوقتي بيتعيب فدلوقتي تشتغل على القصة دي كويس إن شاء الله في المستقبل تبقى موجود في الهمة دي طبعا ده لو حصل الآن الحلقة دي هفضل بقى بسجلها طولها طبعا إن شاء الله كان معاي أحمد كروش اللي كان بقى العفة الهمة دي طاقة مين ياخد كسعالم لنفسي ولا الواقع الواقع البرازيلة فرنسا ونفسك برتغال برتغال حلو قوي موضوع البرتغال ده طبعا مين من العفة اللي تحبها في البرتغال؟ ها مش هجع برتغال ده آه كريسيان أونالدو طبعا ده 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 بالنسبة لي الأسطورة بتاعة الكورة في ناس يعني طبعا ميسي ده يعني ميسي برضو أسطورة وكلها بس أنا بالنسبة لي كريسيان كريسيان طبعا عندهم مدافع عبكاري طبعا روبين دياز آه طبعا من أحسان المدافعين اللي في العالم روبين دياز ده طبعا صح لوش أنت شرفت ونورت حقيقي استمتعت جدا بالحوار معك حوار محترم وماشاء الله عليك يعني ما شاء الله عقلي عبكارية زي ما كنت يعني أداك عبكاري جدا في مرات الزهر في مرات المضايا الامبي أنا بشكرا شكرا شكرا جزيلا ده كان لك أنا مع أحمد خليل كلوشا لاعب نادي امبي بعد الفاصل الكابتن الكبير كابتن دياء السيدة المدرب العام الأصبر في انتخابنا الوطني خليكم ديف العزيز دايما على قلبة وعلى قلبة حضراتكم بكل تأكير كابتننا الكبير كابتن دياء السيد المدرب العام الأصبر في منتخابنا الوطني يا كابتن دياء مشرف ومنور زكريم أخبارك إيه؟ منور عايزة نام ما عارف ما عارف مشكلة أنا أنا هم بنفسي أشربك ما سنة 14 فنجان قبل ما أخش على هوا لا لا أنا مسحصح مسحصح أنا بجيلك مسحصح بس أنا عايزك تنزل بال طب حديك لا مش هنزل بالنور هنسي بالنور عشان تفضل صحي معا سألك سؤال كنت بقى تكلم في الانترو على فكرة إنه واحد برضو ايه؟ هو كاس العالم بيقرب كل شوية ايه؟ يعني تزاغلل لو منتخب مصري كان موجود ولو كنا في المجموع ده إحساس أنا وإحساس الجماهيل المصرية إنت بقى كنت موجود في إنت هتبقى موجود في قطر دوقتي في كاس العالم إحساسك إنت بقى في المين دول بيبقى نزل صعب طبعا الموضوع صعب إحساس خصوصا فين عندك يعني أنا عن نفسي على الجيل اللي ارتبطت بيه كتير كان نفسي يروح وراحوا كاس عالم للشباب وراحوا أولمبياد وراحوا كاس عالم برضو مع كوبر بس معاي أنا كنت هتختلف بتغليهم يعملوا أداء الوقت كنا نوصل لحد فينك أداء الوقت كنا نوصل كاس العالم طبعا حلم كل فرح وكل أعلى أعلى جايزة للعيب الكورة أنك تروح كاس العالم رغم أنك إنت مثلا بتتفرج على التشامبين بتقول ده فيه ماتشات قوية وفرق كتيرة قوية لكن في النهاية برضو كاس العالم ليه راونوها خموة ليه؟ ليه الأداء بتاعه بالمناسبة بالمناسبة مين المنتخب اللي أنت بتحبه في كاس العالم؟ أو أنت هتبقى عايز تشوفه بياخد كاس العالم؟ أنا عايز ميسي ياخد كاس العالم نفسي يونير ميسي ده آخر كاس العالم بالنسبة له طبعا رونالو برضو آخر بس أنا متعاطف مع ميسي جدا نفسي أنه ياخد كاس العالم لكن البرازيل مش هتسيبه البرازيل فرقة قوية جدا فرنسا فرنسا خطير خطير لكن ما عرفش يعني واخدين النسخة اللي فاتت طوانتاش فبرضو عندهم أفراد سكواد رهيب مدهش رهيب لا رهيب كنتي ومفيش بوكبة ونص ملعب ناري لا ناري جدا دفاع إنتعي لو بصيت على قائمة فرنسا كابتن ضايا هتلاقي بس أن أقل له خطوط نسبية مش ضعيف أقل له خطوط نسبية فرقتين كمان بره بره اللي سي اه ده فيه لعيبة كتيرة ما اتاخدتش يعني بس فرنسا بالزبط طب فاينال هيبقى مين أتمنى برازيل أرجنتين برازيل أرجنتين حلو حلو الفاينال اللاتيني ده إيه رأيك في حكاية سادي وماني بالمناسبة مالو إنه لما تصاب بدأ في بعض الناس كده على السوشال ميديا رأيك إنت راجل بتتبع السوشال ميديا كويس في حالة كده إيه تشفي خفيف لطيف على سادي وماني وإنه تصاب أيوة ده ناصبنا وده حظنا شمعنا صلاح ما ببقاش موجود مالسادي وماني كمان ببقاش موجود أنا بشوفت ناس بتهجم صلاح أصلا آه صحيح ده سؤال برضو غريق لا هاي الحق هاي الحق لا ده سهن بس ات عايز تشوف في كاس العالم أكيد السنغال فرقة كويسة طبعا هتبقى موجودة في كاس العالم هنتفرج عليها طبعا السنغال هتروح بعيد في كاس العالم المجموعة إلى نسبيا ممكن يطلعوا الدور اللي بعد كده ممكن يطلعوا آه لو كنا احنا في المجموعة آه كنا هنطلع إن شاء الله كنا هنطلع آه بإذن إن شاء الله المستقبل طيب الفترة اللي فاتت منتخم مصر قايمة زي ما كان بيحصل معاكو دايما قايمة أعلنت لمنتخم مصر روي بطريق أعلن قايمته وعندنا مباراة بالجيكال والدية وأول ما قايمة أعلنت إنت إزاي خدت فلان ومخدتش فلان عادي عادي آه لا عادي آه إنت مش متعود على كده؟ متعود على كده وحسيت إن اتعودت يعني هو القصة دايما بيبقى فيه عنصر أو عنصرين أو ثلاثة يستحقوا من وجهة نظر ناس كتيرة جدا وممكن من يكون من وجهة نظر محللين ومدربين لكن هو المدرب اختار واختار على أساس هو شايفه وحسبه مع جهازه لكن أنا النقطة عندي مش في الاختار اللي هو عايزه لكن النقطة اللي ما فيهش خبرات منتخبات التعليق والتفسير آه والتفسير والتوضيح أنا خدت كريم ليه وما خدتش محمد ليه وخدت المصطفى ليه وخدتش دي لازم فيها خبرات شوية المفهود يعمل ايه؟ ما يوضحش؟ لا ما يدخلش في الجدال لعيب لعيب وحد ما واقع في غلط كبير جدا إنه لما علق ما خدتش كريم ليه قالك أنا أخدته في وقت النادي ما كانش بيصق فيه ده كنه بيدرب نادي أنا وانا بيدرب نادي ممكن أعمل أعرف الحاجات الماين جيم طبعا أعملها مع الاندية صح النادي اللي هلعبه بتاعه لكن انت هتتعامل مع الاندية كلها لازم تتعاون معه لأنك هتاخد اللعيبة من كل الاندية فما ينفعش تتلع هتقول أنا خدته خدت لعيب في وقت ما كانش النادي بيصق فيه دي خبطة في النادي ما ينفعش لازم يبقى فيه خبرات شوية لأنه انت هتتعاون ولازم هيبقى فيه تعاون وهتروح وتبعت مساعد وتسأل على اللعيب أنا بقول من خلال تجارب عملية ده هيقابله هيقابله أعمم عايزين في لعيب بقى فيه لعيب عايزي روح يسأل مدربه وعايزي تكم一點 فنازم ياخد باله و يعني القراش كان بيقول ايه بقول لما كان بتسأل السؤال الأих نحنه حصل لنا متابات كتيرا مع اللعيبة كان بيقول يا جماعة ما حادش تكلمني على اللعيبة أنت العايزين تكلموني تكلموني على منتخب مصر صح صح انا فاكر كويس فاكر طبعا فأنت هنا ما فتحتش بيبان الكلام ولا بيبان النقد ولا لكن لما تقول لأنا خدت العيب أنا خدتك لما كان ناديك مش بيسق فيك انت هنا بتعمل بتعمل جدل بينك وبين الأندية والجمهير طبعا لما يقول كده لكريم فؤادي اللي هو بيلع في نادي الأهلي ليه بتعمل حاجز بينك وبين جمهوري نادي الأهلي وهي في الأساس ما ينفعش انت مدار المنتخب بتعامل مع كل الأندية كل الأندية تتعامل معها فلازم تبقى العلاقات والتعليقات وتبقى طيبة طيب كريم فؤاد عدم وجوده في المنتخب ده منطقه الطبيعي عدم وجوده أنا بقول ان هي عملية لان انا بتيجي تعمل بتحط تلات لعيبة في كل مركز فانت خدت كريم في المعسكر الأولاني على انه بيلعب في الباك رايت او الباك ليفت فكريم تقلق في مكان جديد هايل 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 تقلق في مكان جديد ممكن ممكن هو يكون عنده في السكواد اللي عمله ليه لمطش ده على فكرة كريم مش بعيد خالص على المنتخب قريب جدا يبقى في المنتخب دي النقطة مهمة جدا طول ما هو ماشي بشكل كويس هو هو اي لحد صح عشان الناس بتفتكي انه لو ما تدخلش من المنتخب دلوقتي ما خاصش لا 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 هو اي حد حتى في مكانه الجديد طول ما هو متقلق هيفرض نفسه هيفرض نفسه صحيح فيتوريا لما اختار لعيبة ممكن بعيد شوية عن الاهلي والزمالكة او الاندية الكبرى دي حسيت انه شبه كيروش في الحتة ديت شوية مالهاش شبه هو المشكلة عند فيتوريا اه والناس يمكن احنا اختياراتنا للعيبة الجديدة هدت شوية في عملية اختيارات فيتوريا للعيبة الجديدة صح يعني خلت ايه انه بقى عادي في زكرة قديمة ابتدت استدعيها لان اللعيبة اللي خدناها تقلقت كلها ماشاء الله صح فانت كمحلل او اعلامي او كجمور بتستدعي زكرة دي بتقول اه ده عمنا متقلقت ما كناش نعرف عنه حاجة صح ده فلان متقلقت ما كناش نعرف عنه حاجة فدي اه لحد كبير لازم نتركها للمدرب ونشوف النتائج خصوصا انه هو عنده من الوقت اللي يسمح له انه يعمل ده انا وعنده اخدناهم راح تضغط صح ايه مشروع لانه هتبقى فيه حاجات محددة هتشتغل عليه عشان انت تعرف كاعلامي تتكلم فيها صحيح هو المشروع مجزقه اول سنتين حاجة وبعدين سنتين لقبل كاس العلم ستة وعشرين حاجة هيدخل فيها بقى الاعمار انت اواخد بالك صحيح انت عندك براح صحيح فاعل ان ده ومن ناسبه عشان مرده اضغط على البس ومن ناسبه المشروع انت شايف احنا كنت حدثنا عن المشروع ده بعد خلوج مصر من تصويرات كاس العالم هل انت شايف بوادر للمشروع ده؟ ده الهدف المعلم تماما مع ان فيه اثناء الاربع سنين بوتولتين افريقية مم الفين اربعة وعشرين و الفين خمسة وعشرين مم التعامل معهم هيكون ازاي؟ حد يطلع مسؤول يقول التعامل معهم هيكون لا عادي حتى لو ما حصلتش وصلنش للنهائي للربع النهائي احنا مكملين ستة وعشرين عشان ستة وعشرين في تسع فرق ونص طيب يبقى تسع فرق ونص يعني الوصول ان شاء الله هيكون سهل يبقى احنا مركز على التيم مم بحيث ان اوصل لستة وعشرين بتيم يقدر يعديلي الدور الاول في كاس العالم هي مش الهدف الوصول لكاس العالم هي تمام؟ طيب ده هتطلب ان انا هتعامل مع الاعمار ازاي؟ مم هتعامل معهم من داي وان هو اشتغل ولا بعد اول سنتين داي من اول يوم يعني انا هبتدي اخد الاربع وعشرين سنة والخمس وعشرين سنة متوسط عمر ثمانية وعشرين هقول متوسط عمر ثمانية وعشرين اه وعندي ناس هتبقى تلاتة وثلاثين اربعة وثلاثين صلاح اجازي ان اني من يكون اللي هيكون فيهم مكمل بشكل كبير جدا من العمر دي طب يبقى انا مش هروح لستة وثلاثين مش هروح لسبعة وثلاثين مش هروح برضو ده مش واضح المشوى ده مش واضح انا بقول ليه لما تبقى النقاط اللي انا بقولك عليها دي واضحة انا باحمي الجهاز كالتحاد كورة يحمي الجهاز ويحمي نفسه من انه راح لاعب سين اتغلب انت عارف تستجيلك فيها ما انا بقولك اهو بس ده لازم يعلنوا بقوة احنا يا جماعة مشروعنا كذا بكذا 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 طيه يتقل ان انت ساعت هتقدر تتناعش في البنود بس هتبقى مستريح ايوه ان فيه نقاط واضحة ايوه ونقاط يعني محدش يتكلم فيها صح انت قبلتوني واشتغلتم معايا وتعايدتم معايا انا ده مشروع ايو هاشتغل بموافين ايوه ده انا قصدي والقصدي ده للمصلحة الكورة ومصلحة اتحاد الكورة اتحاد الكورة قاعد سنتين من دلوقتي فاضله سنتين يمكن في اخر 24 يبقى فيه انتخابات كملوا يبقى هم مع المشروع فيه حد تاني يجيه يبقى فيه حاجة واضحة وجاية وجاهزة انت واخد بالك احنا جينا مع اللجنة مع المهانس احمد من جاه وبعد كده جيت اتحاد الكورة فعشان يبقى تبقى واضحة حاجات سابتة واضحة تبقى سهلة وبسيطة مباراة بالجيكا مباراة كبيرة جدا اخر تجربة بالجيكا قبل ما تخش على كاس العنف وبالتالي هتلعب تقريبا بفول تيم وهتلعب بباراة كوي جدا قدام المنتخب المصري هو لك حاجة الاني وقول لي رأيك فيها ايه انا خايف انه لما ناخد مثلا لو لقدر والله يعني لا انا مش الان خالص والله ايه وحنلعب ماتش كويس ان شاء الله يعني خالص انا بس بداية من فكرة الاحكام يعني بس بحاول اسبق ممكن يخش فينا ممكن يخش فينا ثلاثة واربعة بس بفاقق يعني بقول لكن من ضمن الحاجات اللي انا قلتلك الحماية الحاجات اللي انا قلتلك الحاجات اللي انا قلتلك تبقى معلنة لكن المباراة دي هتلاقي الريتم او ولادنا ان شاء الله علي ومع الجين اه طبعا بلجيكا اقوى بكتير طبعا هو نمرة اتنين في التصنيف العالمي عشان ناس منتخدش بدا من الحاجات دي انه يقولك يلقى بلجيكا هتنخش نكسبها ونكسبها عشان مش اسم متداول في ودن الجمهور محدش هروح هتفرج على بلجيكا وهو بتلعب اي حد غير لما تكون بتلعب فرقة من فرقة كبيرة او انت بتبقى حابب الكرة اوي فتعرف لكن هم عندهم عناصر وتيم قوي جدا 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 طبعا فانا انا مش خايف من المباراة لكن لازم هيكون فيه لو حصل حاجة نتيجة ان شاء الله ما تحصلش يعني ان شاء الله هايبقى فيه كلام طبعا لازم يبقى فيه طيب انت هو تلي تحدي الكرة بتكمل لي امتى الفين اربعة وعشرين هم مدتهم سنتين ونص هم بيكملوا مدة يعني هتخلص الفين اربعة وعشرين ان شاء الله نخدت مستحقتك خدنا خدنا الربع اخ طب كويس مرضو ايا ايا حاجة عدد انا العمل افكر اقول اي اسأله ولا ما اسأله هتخلوش السؤال ده بقى كتير اوبا خدنا الربع الربع والتلت اربع حينما يصار ان شاء الله بس ماشي انا ماشي حالنا انا اي حاجة عدد اي حاجة عدد محمد صلاح بالمناسبة محمد صلاح عامل موسم معقول جدا لابدول كل حالته صعبة جدا بس محمد صلاح عامل موسم محترم استير عامل موسم محترم حاس انه محمد صلاح محمد صلاح نفسيا ومعنوان في المرعب جيد حالته جدا لا جدا كمان لانه كمان دخلت في حتة انه بيقود فرقة بتعاني ايبا فدي تفرق خصوصا في الماتشات الاخرانية لا وضحها كابتال انه مش مع فرقة كلها حلوة وفرقة فيتقال انه صراحة المستوى بتاع اليفربول بعد الافتتاح اللي خده الكاس الخيرية والافتتاح فيه مستوى فرقة فهو احساسه وهو بيجيب لجوان انا شايفه بيقدي في كل الماتشات لكن لما تقدي كويس مع فرقة على الاقل لتمانية منهم في مستوىهم تمانية من الحداشر في مستوىها طبعا بتزيد يعني توهج وبتزيد الكرات اللي بتروح لك على المرمى وبتزيد المساعدة فالصراحة دلوقتي بيعمل سبرنتات 50 متر للتمنتاشر عشان ندافع اللي مش العادي يعني وبيتزحلق وبتاع قصة صعبة جدا بس انت شايفه فايق لا فايق ما شاء الله لا 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 ما شاء الله فايق في سؤال كده كنت بتكمن في انا واحد الاصدقاء محمد صلاح بعض 4 سيحنا يعني خلينا منطقيين وواضحين ما عندي لاش نتين محمد صلاح ومحمد صلاح واحد اه فيه لعيبة مميزة وعيبة جيدة في منطقة مبصة بس حامل الكلام محمد صلاح في 2026 هيبقى عنده 34 سنة ان شاء الله ربنا يديله الصحة ويبقى جاهز طويل وقت كويس بس فكرة انه عدم التفاقل مش هقوله التشاوم انه مفيش حاجة قريبة بتقول انه فيه محمد صلاح تانيش اه احنا اتمنى طبعا وجود ده انا اتمنى انه تكون فيه حاجات احنا عندنا بس اه اه ربنا كرمنا يعني بحاجة اه عشان كده انا بقولك المشروع مهم عشان تركز على التيم التيم لما اشتغل كمجموعة كويسة جدا في وجود محمد صلاح هيساعد بشكل كبير جدا اه يعني ساعتها التيم هيبقى محتاجه يساعد برضو محمد صلاح مش محمد صلاح اللي يساعد التيم مفيش عند مع الزمن اه 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 لا ما فيه احنا بتكلمك المستعبن هون ما شاء الله انا بتكلم على تخطيطك انت المنتقى بمصر بالزبط 34 سنة احنا محتاجين بقى اجيال تيجي بعد محمد صلاح عشان ما نقولش محمد صلاح محمد صلاح دي ايه زي قريب انت حاسس انه ممكن يبقى فيه محمد صلاح هو التعامل مع منتخبات الشباب والناشئين خلال فترة اللجان والحكاية والناس افقدتنا الميزة اللي كنا بنشتغل عليه لانه كل صلاح وحجازي والنني وعمر وشناوي كله دول منتخبات من الناشئين لشباب الاولومبي الكبير صح التطور الطبيعي انك التعامل وتحت لازم تكون فيه اعداد نتعرف بقى الوقت الاعداد مش عاجبني بالنسبةن اه اللعبة اللى كانت معى او كانت مع ربيع، او كانت مع الكابتن show وغريبة وكابتن حسن. هتلاقي كل واحد لعب احتكاكات مش اقل من 40-50 ماتش. صحيح. ده غير المسابقات الرسمية. المسابقات الرسمية ايه؟ بطولة افريقيا. حوالي 4 ماتشات ولا 5 ماتشات. وكاس عالم. تروح كاس عالم. صحيح. بس بتكونوا لعبوا. لعبوا احتكوا بأوروبا. وبأسيا. وبأفريقيا. انت واخد بلد. كل ده حصل مع اللعبة دي. ماتشات. في كل القر. مظبوط. اه? اه. انت فاكت على ماتش منتخب الناشئين مع ليبيا. عد عليك. اه لا ما عرفش كم نزاف. كانت لو منتخب الناشئين كان بلعب منتخب الليبي في التصفات المؤهلة الكاس الوامل الافريقية تحت 17 سنة. لما تبص على عناصر الكابتن ديا فعلا هي عناصر شكلها مميز. طبعا. يعني واضح انه فيه مستقلال كوي. بس لما هي تبص على الفرقة والانسجام بتاعها اللي كان الحاجة بتقوله بقى. ده حصل مع المنتخب الصغير. صح. الشباب والأولومبي. صحيح. انت اخب بالك. اه. فالاعداد مهم جدا. عشان دي لازم تبقى من خطة لازم يبقى انت عارف انه الصح. عشان انت لو عندك خطة تطوير. اه. انك لازم يبقى عندك منتخبين كمان. الفين وخمسة والفين وسبعة. جميل الموجودين الوقت. اه. اه. تحت. عشان يكون اعدد دول يروح مسلمين لدول. وتعد دول وتسلموا لدول. وتعد دول تسلموا لدول. اللعيب الدولي بيتكون. بياخد وقت. عشان ياخد وقت يتكونوا باتري. وتبتدي يتمرن. ويحتك محلي. وبعدين يبتدي يطلع بره يشوف. يشوف وجوه جديدة. وفرق جديدة. احتكاك. 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 ده انا روحت كوستاريكا الرجل. عشان اه روحت كوستاريكا فاقا. عملت مضيق مع المنتخب كوستاريكا. طبعا. 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 كيتران. فامور ساعتها حلوة. اه. اه. فهو اعداد. اه. هيوصل لك اللي انت عايزه. عشان كده المنتخبات اللي موجودة ما خدتش حقاها من الاعداد. مالعبتش كتير. مالعبتش في حتة مع وجوه جديدة. مالعبتش. انت شفت حد لعب غنى. لا. شفت حد لعب الكاميرون. مفيش بقى. وفاجأة يليوم. شفت حد لعب نيجيريا. مفيش. 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 فده انت محتاج ده. محتاج ده مع كل اللي. وتكون اللعيب او يتمرنه. اه. انت واخد بقى لك تكون كمان. انا بقولك فيه منتخبين لازم يتعملوا. ورا دول. اه. على كلام حضرتك يعني بيقولك انه التحالب الجيكة لو كم بيعمل مشروع الكرة بالجيكة العظيم اللي طلع المنتخب الجيك دوت. هم يستلموا مثلا النجوم صغيرة كان عندهم 8 سنين وتسع سنين. 8 سنين وتسع سنين منهم بعد كده بقى كان كيفت جيبراير وعزرد ولوكاكو والناس العظيم. كرة القدم تحتاج وقت. اه. الاعداد لعيب جاهز بمنتالتي. دلوقتي حاجات داخل الجدي ده كمان. هم. التغذية والنوعات التمرين والحاجات دي كلها. فمحتاج وقت. الوقت ده. اللي هو الاعداد اللي انا بقولك عديدة. هم. اللي هو المشروع بقى. المشروع الحقيق. اللي هو المفروض يبقى فيه مشروع حقيق. مشروع حقيق. مش مشروع مشروع حقيق. مش مشروع حقيق. مش مشروع حقيق ده تبقى خليه تنحل. يعني الهدف ده. مركز الهدف ده تبقى خليه تنحل للمنتخبات. يناموا وياكلوا ويتمرنوا. يناموا وياكلوا ويتمرنوا. ويروحوا نديهم. وتعمل مسابقات كويسة محترمة وبعد كده عندك فرصة الصغير عنده فرصة انك توقف له الدوريات وتعمل في كل اسبوع ما امتش وترجع عشان كده انا بقولك وما يقتصرش دلوقتي على الاندية القاهرة بس لازم في كل اجازة نص سنة احنا كنا بنعمل ايه كان فيه منتخبات للقطعات قطع شمال الصعيد وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والقناة كنا فيه منتخبات غير المنتخب الاساسي تمام منتخبات للمناطق دي ونجيبهم في دورة في نص السنة كنا بنقعد في فندق المقاولين يبقى قدامك حوالي 80 لعيب من القطعات دي كلها والدورة يشتغل وانت قاعد كمدرر منتخب انا خدت معظم اللعيبة كده وبعدين تقولوا انت لما بتدي بدري فيه لعيبة بتسقط منك ولعيبة بتكبر فيه لعيبة بتظهر تاني تخش فيه لعيبة بتسقط فيه لعيبة بتكمل مش كل اللي بتبتديه بيكمل عشان كده دايما يقولك ان المدربين اللهم بتوع الفرق الاقل فيها عمرية من المنتخب الاول المدربين دول بيتعبوا اكتر كمان من المدرب الفرق الاول هو لازم يتعبوا لازم ان انت بتبحث كتير طبعا لازم يتعمل لهم برنامج كمان مش انك انت تسافر وتعقد بس وتدور في الاتنين بيلعبوا بعض لا اجيب كل الناس دي عندك لمدة اسبوع عشرة ايام بيأكلوا ونزلوا اللي عمل ماتشات وبتشوف ومبلعبش ماتش واحد صحيح يلعب كتير اه بتطلع بعد عشرة ايام واخد حصيلة قد كده وتقررها لست مكملين هزا الحوار الممتع دايما مع الكابتن الكبير كابتن دياء السيد بعد هزا الفاصل نواصل ان شاء الله يعلم بحضاتكم مرة واحدة الاسترشافة ايام ونوارن الكابتن الكبير كابتن دياء السيد كابتن دياء كانت شادي حسين احسن ولا احمد ياسر ريال الالي الاثنين الاثنين طبعا مفيدين جدا لعبوا مع بعض كمان اه انا ما بسألك عشان انت اشتغلت معنا اه لا الاثنين طبعا مفيدين جدا كان مين يبقى مفيد اكتر يعني في طريقة لعب واسلوب وانت شوفت الاثنين ما هو انك تطلع بواحد وخلاص اه انا بقولك الاثنين طيب انا ممكن برضه عشان انا بكلم الكابتن دياء السيد راجل خبير فنين باسم الكبير ده لا لا ده لي اسلوب لعبه وده لي اسلوب لعبه انت بتنيمني بس عشان ده لي اسلوب لعب وده لي اسلوب لعبه وده متميز في اسلوب لعبه يبقى استفيد من الاثنين حلوة الاجابة وان كان يعني طبعا انت كمدرر لا والله بكلمك بجد طبعا الاثنين مميزين اه انا اقصد انه مع الاشتراكات الكتير اه اه ان الان الاهلي محتاج شريف ومحتاج شدي ومحتاج اه 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 احمد ياسر لو موجودين يعني طبعا لكن استفاد منهم الاثنين اه واحمد ياسر كمان على الجون اكتر يعني يجيب جون اكتر طبعا يفيد فرقة جدا ده الأقصوده يعني ممكن مثلا أنت تقول لي لو أنا مدرب هختار أحمد ياس عشان بيساجل ألاف ممكن تقول لي كمدرب هختار شادي حسين عشان في منظومة الليها ممكن يتربالي حاجة طول الوقت كانوا اللي هما الاتنين بيفيدوا الفرقة بشكل جدا والاتنين بيقدوا بشكل كواس ايه رأيك في مارس الكرة حتى هذه اللحظة؟ كانت بعض أنا كلمت معك على مارس الكرة وقلت لك أنه الراجل ده راجل عمل كل الحاجات اللي كان محتاجها لأهلي ومعنى أنه عملها معنى أنه في جزء تقلو احنا ايه مشاكلنا ومهما قلت للمدرب لازم هو يحس بدا فهو عمل انضباط حلو جدا عجبني جدا الانضباط الفني أساسا أثناء الشغل المتشاد والانضباط في التمرين وفي الشغل وانضباط قلت اللبس وانضباط مع اللعيبة كل الحاجات دي من أساسيات نجاح التيم صح والتيم الكبير لأنه قسرت نجوم وقسرت لعيب رغم أنه هو جيه في وقت كل حاجة فوق دماغه صح مطالب أنه يقايم لعيبة هتمشي وأنه ينظم اللعيبة ولعيبة كانت مصابة ولسه هترجع مخدتش الأسبوعين بطول فترة إعداد معاه صحيح فهو قدر ده بشكل داخل دوري وانت مفروض فاقد الله كمار فاقد داخل على صوبر بعد ثلاث ماتشات انت لعبتهم وده مش وقت كافي يعني هو لعب ماتش الصوبر كان بقاله ست أسابيع في النادي صح فهو اشتغل عرف المشاكل بسرعة مضيعش وقت نظم الوقت مع جهازه نظم الوقت طبعا إدارة النادي الأهلي انت عارف لما بتدي صلاحيات وبعتقد أن ده اداله حرية كبيرة جدا في حاجات وكل شوية هتمكن من حاجات ويطل حاجات كويسة أكتر فنيا بقى انت شايف ايه الملمح يعني شايف ايه عمل الراجل شايف انه فيه فيه انضباط كويس جدا في اللعيبة انتشار اللعيبة كويس ودي من أهم من ذات الفرقة الكبيرة انه انتشار اللعيبة يبقى كويس في الملعب انضباطهم في النواحة الدفاعية والنواحة الهجومية طبعا تقييم دايما التيم في انضباطه الدفاعي صحيح بتشوفه وتقدر تقول لا ده الراجل ده شغال ومنظم الفرقة بشكل كويس على الأقل نظم الديفنس ونص الملع الهجوم انت بتلعب فيه زي ما انت عايز لأنه جزء كبير منه بيعتمد على نوعية اللعيب ومهاراته دي اللي بتضيف للمكان لكن هو طبعا الهجوم لازم يبقى فيه تطوير أكتر شفنا جزء من التطوير ده على كريم فؤاد بدليل انه غير له مكان ومش غير له مكان وخلاص لأ ونجح انت من أول تغييره هو بينزل في الإسماعيلي كلنا قاعدين بنقول ايه ده بحسنش حتى عن نقدك انت هتطلع هتنزل كريم جناح ليه وانت عندك فبتدى يزء باللي عمله كريم التاكلينج اللي عمله كريم وجابه الكورة ده اكتهد شخصي من كريم انت اخذ بالك لكن هو عارف انه هينجح في الحتة دي بعد كده بان في المرشاة اللي باتي وتقالك طبعا تعاد حسين الشحات وآمن قاشر تحديدنا عن تشكيل أساني النادي القالي بالشكل الفني اللي بالعب بي مرس الكولر ولا شايف انه هو ده هبوط مستوى من الاتنين اللاعبين لا هو حسين دخل متأخر شوية في التيم بتعرف كنجام العملية لا انا بشوف حسين هيبقى هايل هيسمع الكلام ويخش ويتمرن حسين مهاراته كويسة وهايل وهي منافسة والجدعان عند اللعيب لانك انت ما تقدرش تدي الحباية كلها للعيب انت بتديله وبتقعمل وبتمرن عليك جزء كبير يا باشا في المستقبل تستغرب لو شوفت حسين الشحات باكرايت وكريم فواد قدامه حسين ممكن يكون ابتدى باكرايت في المقص لكن بقاله كم سنة بلعب جناح هنا وفي الامارات انت مش عايز يبقى عندك يعني من الحاجات اللي كان بتبعد هاني لحد كبير لعملية الدفاعية لاخطاء الدفاعية فحسين ممكن يعديها جميعا كويسة بالضبط كده فانا بشوف ان حسين في الجناح ويخش الجوة ده مهم جدا طيب ايمن اشرف برضو من المعلومات اللي عندنا انه الراجل مش عايز يعتمد عليك سنتر باك عايز يعتمد عليك ليفت باك علي معلول رايك ايه انا اصغ في ايمن اشرف بشكل كبير جدا اصغ فيه يعني وخلينا نسيب ده لانه عارف ايمن بيجزل زي في التمرين وعارف طبعا اشتغل معاه كتير من صغره يعني طبعا فهو هتلاقي ايمن دلوقتي في تحدي مع نفسه عشان يكون في الفرقة وهيكون في الفرقة ان شاء الله سواء كده او كده سواء مركز بمستوى اه مش عافية انت شتغلت مع ايمن اشرف زي ما انت قلت اشتغلت معاه في كتير من الموز صغير ومع منتخب مصر انت بتشوف دايما ايمن اشرف في المركز اللي ممكن ياخد فيه درجة زيادة هو ايمن ابتدى في الباكليفت بزيب طول عمره في الباكليفت اه واضطر كابتن حسام البادري انه يدخلو لانه كان عنده نقص صحيح نجح كتير وفي بعض الاوقات عادي زي بقيه لعيب اه لكن هو ادى كحاجات جميلة مع النادي الاهلي اه ومواصم رائع اه عودت محمود متولي للتعلق مرة اخرى بعد كولر مم عشان كده بقولك مدرب لما يهدى هيطلح حاجات كويسة انك تيجي وتخطى ونلاقي المدافع رقم ستة ممم السنة اللي فاتت مفنش رقم ستة ممم بعد ايمن وعب منعم ورامي وياسر ممم تلاقيه هو انا مرة واحد ويقدي بالاداء ده يبقى ده كولر طبعا لو اي حد كان شاف الفرقة وبتعامل مع الفرقة مش عينه مش هتروح تجيب متولي وتحطه بداية الموسم هو تعمل بالعدل مفهوم بداية الموسم اللي لدي زى مالك في رأيك ايه جيادة ولا مش جيادة طبعا الاهلي بدايته جيادة ماشي بشكل كويس يمكن زى مالك تعصر في قدام امبي لكن ده مش مقياس ثلاث متشات الناس تحدث انه لما غير طريقة اللعب والخطة هي اللي عميت مشكلة للفرقة فرقة ممكن يكون عنده اخد بالك الأجانب تحب تشتغل كتير معه لما جات له الصفقات وجات له الحاجات تحب يشتغل كتير مع ناس هو مرنها كتير وتعوده وسمعه كتير فحصل له لغبطة وفقعدين فيه الصباب كتير صحيح خصوصا للعيبة الجديدة فحصلوا دلونش دي اهم صعبة دلونش من احسر المدافعين في مصر ربنا شفي يعني لسا مكلمه النهاردة فطبعا تأثر الحاجات دي كلها على النضاي لعب وبعدين تأثر وبعدين زكريا بنقيمه ولا مش نقيمه محتاجة وقت وانا بعتقد انه هيستفاد كتير من فترة التوقف دولي بدايته حلوة بالنسبة لك شايف دولي قوي بدايته حلوة ولا يعني حاجات وحاجات طبعا ماتشات وماتشات يعني لكن طبعا احنا يعني مش فيش حاجة يعني طفرة يعني مفيش طفرة قوي انت اخذ بالك الاتحاد مين الاتحاد طبعا عمل حاجة جميلة جدا ارجو الاستمرارية المصري اللي حق نفسه بعد اول ماتش وعمل ماتشين بعد كده كويسين جدا سيراميك عمل ماتش هايل كان فيه بشرة بانه هانطلق بس حصل هبوط هبوط صعب جدا اعتقد برضو فترة التوقف دي هتفيد سيراميكا كتير جدا البنك الاهلي اه اخر ماتش ممتاز جدا كان عنده ماتشين اتعادل فيهم في اخر دقيقة كان برضو بدلك عمل سكوات كويس برضو هايل 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 المحلة عملت مش بحلوه المحلة خب بالك المحلة سنة اللي فاتت ابتدى كده السبع نقط بالزبط نفس البداية ابتدى كده عشان كده لازم تهدى تهدم الكلام وهم ما يهدم الكلام وده اللي مخوفنا على الاتحاد كل الناس بتتكلم كل الناس ما طبيعي عكبت البي مش طبيعي ليه مش طبيعي لا مش طبيعي اللي بيشتغل في الدور المصري ومع اللعيبة المصرية خصوصا مش هقولك اللي برا الاهل والزمان حتى اللعيبة الاهل والزمان الانبهار المفاجئ خصوصا انها فجأة طبعا جاية بعد مواسم مش ناجحة كتير لكن قبالك انت ما عملتش حال خالص صحيح التسع نقاط دول سهلين انهم اتفقد منهم فالكلام الكتير وهنا 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 ده انا بشوف انه بيأثر على العيبة بيأثر على العيبة نقلع البتناج اه بتحرك بتكلمني دلوقتي على مستوى المنظومة الاتحاد مش بتكلم عنه انا بتكلم انا مثلا لو ترعت وقلت الاتحاد عامل حاجة رائعة اه انا وانت نقول بالزبط كده انا بقى مش عايز احنا نطلع على السطح الاعلامي فاهم لا اقفل على نفسك اه وركز لان هيفلطه منك لا ده كلام مظبوط طبعا هيفلطه منك صح وتلاقي يقول لك فلان اهلي عايزه فلان اللي عين عليه طبعا الوكيل بيساعد عايز يسوق العيبه صحيح فيأثر على النادي صحيح فارجو انه الاداة اللي بتتقلق فجأة ما تتكلمش كتير لحد ما تشوف اللي جاي ما تتكلمش كتير لما اسئولين اه اه او اتكلم مرة ما تتكلمش تاني بس هو مش هتكلم مرة مش هزعل التاني في التالت في الرابع فالعملية بتكر يعني مظبوط طيب من اكتر اللعيبة اللي لفتت نظرك في اول كم اسبوع كده عجبوك يعني اللفت نظر اللي لعيبة كتير يعني زي مين اه طبعا لعبت الاهلي وهم بيشتغلوا كمجموع طبعا كريم فؤاد طبعا حاجة ملحوظة بس ما تسمعش الكلام ده كريم ارميه يعني طاهر اه طاهر بس محتاج حاجات تانية كتير ايه بقى محتاج انه دايما يتواجد في هو بيتواجد في مناطق التسجيل لانه الجناح ده فرود لازم الجناح يعرف انه فرود بس يجيب اللجوان اه ما يضيعش اللجوان السهلة دي فيتمرن عجون كتير اكيد كولر هيعمل ده عظيم ونصيحة لكل الاجنح من غير احراسك للاهداف هتبقى جناح عادي هم تقليدي هم تعمل واجباتك الدفاعية ومتشكلية لكن في النهاية المداربة هستغل نحنك لانه عايز كسافه هجومين مين تاني اه اقولك مين تاني امام عشور امام عشور اه كان مميز برضو عجبني فين عجبني في الاتحاد اه افكرك عادل اه مروان اعطي اه اه مروان بس اه ياخد باله من نفسه عشان هتهرب منه شوية ياخد باله من نفسه وارجو اللي بديله نصيحة ياخدها مني بحب ده لو صح اه طبعا انا فايا ما اقصد يعني انه انا نفسي كل الناس ستتقلق نفسك اه انتوا تنسوها عشان يتقلق اكتر طبعا اه انا نفسي كل دول يعني اه يعني فيه فيه لعيبة شفتها في الدوري اه اه طبعا عجبني يا احمد ياسف وابوكا عاملين شغل كويس الاثنين مع بعضه كويسين بص هو احمد سامي فاجئ الناس في اول ماتش اه وتك تك 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 كل شغل اشتغلوها كويس اول صح واحمد ياسر ورا ابوكا بس الماتش الاولاني ده دايما يعني لما تسألت على الماتش الاولاني قلت الماتش الاولاني ده محدش يقدر يقيم حد يعني لو كسبت تلاتة او كسبت تلاتة ما تقيمش لان الصفقات راحت من هنا وراحت من هنا مش عارفين اداء التيم ده ايه حتى انا لما هاجي بتاع اناليسيس في التيم انا هلعب بصلا عايزين نتفرج عليها بمئة اخر ماتش تسالة فاتت فرقة كلها جديدة لكن بعد اول ماتش انا هتفرج عليك كويس وده اللي عمله الزمالك مع سراميكا راح قافل العمر فرينة تربسه وخ في الوقت اللي ما حصلش تكسيف كتير طبعا سراميكا تكمسك الكرة وبيلعب وبيحاول يهاجموا بس قافلت المساحات على الناس بشكل كبير جدا وحصل برضو بالعكس ده بقت فيه مساحات على سراميكا تشوف ماتش البنك الاهل مساحات عاملة ازاي انت شايف ان الانتين مالعبوش مع بعض لا يلعبوه وازاي يبقى عند الاتنين دول مالعبوش اه ممكن الاتنين يبقوا انا بشوف ان احمد لازم يغير شوية من او حكاية انه لازم كلهم العمق اللي هجوم من العمق اتحافظ اتسانة هتقفل للعمق هتلاقي ابوكا مقفول عليه واتلاقي احمد مقفول عليه احمد مدرب شاطر يعني هيقدر يلاقي حلول اتنين مدربين اتنين مدربين يمشوا مع بداية الموسم اول ثلاث مباراة شايف ده ده عادي خالص انجلترا مش اربعة ولا خمسة بس مش اول ثلاث مباراة لا 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 عادي مش عايزين ناخد الامور دي بانها ما فيش فيه ادارات بتلحقش وفيه ادارات بتقولك بقى لا خلاص وننحق فترة التوقف شجعت الا الادارات انها اللي عايزة تماشي اللي انتاجها مش كويس عشان هالحق المدرب يقعد عشرين يوم مع الفرقة ويشتغل ويبتعه مش عارف ايه لكن انك تماشي مدرب عادي حسب الا لو كان فيه اتفاق لا معتقدش مع يعني اتمنى انه جارده يكمل جارده مدرب كويس ومدرب كبير اتمنى الامور تهدف الاسماعيلي ومشاكل تتحل لكن بالنسبالي لا اتنبق بدا صفكات اسماعيلي كانت صفكات جيدة مش كلها طبعا مش كلها لا كان فيه برضو تصرف حاجات اتمنى انهم كلهم ينجحوا طب والاسماعيلي يظهر بشكل كويس عشان ما تحطش في الموضوع بتاع السلفات السؤال قد يده تقليدي شوية بس لعلا وعسى يكون الاجابة غير تقليدية هل ممكن يبقى فيه منافس للأعلي هل يجي من بعيد بيرامنز هل يجي من بعيد حتى هتلاقي كل الفرق اللي دعمت يقول لك هنزين نروح المربع بالظل في حد بيقول انا هنفس كله بيقول مربع انا بكلمهم حتى اقولهم يا جماعة اقولوا هنفس اه لا هو مقتنع يعني عنده قناعة ما فيش حد بيتجرق ويقول دي انت اخب بلا ستبص مثلا في اطار الوقت النابولي هو اللي في الصدارة تبص في انجلالت لا ارسنان هو اللي في الصدارة يعني من شوية كان يونيو بلين في المانيا هو اللي في الصدارة ابن مبايرن يعني يرجع ته بس الفكرة انه في انداء النابولي مستحيل حد يتوقع انه كان يبقى في الصدارة السنة دي اقل امكانيات ممكن فيوتشاري نافس ممكن بيرامزي نافس لكن اه نتمنى يعني يبقى في الرغبة والهدف بالتأكيد كابتن دياك العادة مشرف ومنور حبيبي اكيم سهرناك كالعادة حبيبي يا كابتن دياك شكرا جزيلا ده كان لقاءنا مع كابتن الكبير كابتن دياك العام الأسبق لمنتخبنا المصري ودي كانت نهاية حرقتنا النهاردة من رقم 10 اشوفكم يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة